مساعي جديدة تقودها الأمم المتحدة من أجل إعادة الروح للعملية السياسية بين النظام السوري والمعارضة المتوقفة منذ العام الماضي وإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات مع انسداد الآفاق أمامها بسبب تعنت النظام ورفضه تسهيل مهمة الأمم المتحدة في التوصل إلى حل سياسي قابل للصمود وفق قرارات الشرعية الدولية مساعي اليوم تركز على الدفع لتشكيل اللجنة الدستورية غير أن تحرك موفدي الأمم المتحدة الجديد إلى سوريا جير بيدرسون لتحقيق تقدم في هذا المسار استدم بتعنت النظام الذي أصر على عدم إجراء أي تعديل على الدستور الحالي باعتباره وكل ما يتصل به شأنا سياديا يقرره السوريون أنفسهم من دون أي تدخل خارجي على حد قوله بيدرسون زار دمشق كمحطة أولى في جولة تضم عدة عواصم والتقى فيها وزير خارجية النظام وليد المعلم الذي جدد في تصريحاته مواقف النظام المتعنتة والتأكيد على أن النظام مستمر في وضع عقبات أمام تشكيل اللجنة الدستورية مع أصراره على حرف اللجنة عن مقاصدها لوضع دستور على مقاص يتيح لبشار الأسد البقاء في السلطة زيارة المبعوث الأممي الثانية في جولته لإحياء العملية السياسية السورية ستكون للعاصمة السعودية الرياض حيث من المنتظر أن يلتقي وفدا يمثل الهيئة العليا للتفاوض التي تتولى عملية التفاوض عن المعارضة السورية الهيئة استبقت ما سيتمخض عن زيارة بيدرسون للرياض بإبداء بعض التفاؤل في تحركات بيدرسون الأخيرة حيث قال المتحدث باسم الهيئة يحيى العريضي أن المبعوث الأممي حدد خطة عمله ومن بينها اللقاء مرة أخرى مع النظام والمعارضة إضافة إلى الأطراف المتدخلة بالملف السوري لافتا إلى أن كل تصريحات المعنيين تشير إلى أن اللجنة الدستورية خرجت من غرفة النار وتنتظر التبريد للاستخدام على وفق تعبيره في الأثناء تحاول المعارضة السورية حشد موقف أوروبي داعم لمواقفها قبيل العودة إلى مفوضات مع النظام يتوقع أن تكون في الربيع المقبل ويواصل وفد من الائتلاف الوطني السوري جولة في عواصم أوروبية ومن المنتظر أن يزور العاصمة الألمانية برلين لبحث تداعيات التصعيد العسكري الخطير الذي يقوم به نظام الأسد ضد المدنيين في إدلب إضافة إلى سبل الدفع قدما في العملية السياسية